بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتبي فعش حياة العلماء وطرق صنوب الكتب ودم على تواضع لا تفتقع بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الوراء الحسبي ترجمة نانسي قنقر اليوم أقدم لكم أحدث أساليب الدعوة وأحدث أساليب البيع والترويج للإسلام ولأركانه في هذا العصر لماذا لا نعتبر الإسلام أو أي ركن من أركان الإسلام منتج ضباعة سلعة نريد أن نبيعها ونسوقها للناس فإذا اعتبرنا أن الإسلام منتج كل ما علينا أن نتبع أساليب البيع وأساليب التسويق الحديثة لكي نسوق لهذا الدين ولأركانه كيف نطبق هذا على الإسلام؟ انظروا إلى واحد من إخواننا مثلا الأخ نظر إلى الصلاة على أنها منتج وجلس قال الصلاة هذه لماذا الناس لا تصلي؟ وعمل بحوث وعمل سوربيز بين الناس فاكتشف العناصر التي لا تجعل الناس تصلي فعلى أساس هذا البحث أنتج إعلان إعلان يروج إلى الصلاة أقم صلاتك قبل مماتك إعلان رائع وكان له أثر يفوق أثر عشرات ومئات الخطب التي تتحدث عن الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والفنانين والفنانات ليروجوا لمنتجاتهم وسووا لهم أغاني إذن الأغاني واحدة من أهم أساليب التسويق والترويج كيف نطبق هذا على الإسلام نجد مثلا شخص مثل سامي يوسف قدم لنا أغاني وروج الإسلام عن طريق الأغاني جزال الله خير وروج لمنتجات عديدة روج لحب الرسول عليه الصلاة والسلام روج للحجاب ولطلب العلم ولغيرها من المنتجات عن طريق إنتاج أناشيد رائعة وفيديو كليبات مؤثرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايضا من الذين اعتبروا أن قيم الإسلام ينبغي أن تروج وقيم العمل شركة عبداللطيف جميل اعتبروا أن الإتقان العمل منتج ينبغي أن يروج الأعمال الحرفية مثل الحلاقة والسباكة وغيرها منتجات نريد أن نروج لها فأعلنوا أيضا وأنتجوا إعلانات رائعة جدا لترويج قيمة العمل لدى الشباب المسلم كان ممكن أدعد في البيت واستنى الواسطة لا شغلة ولا مشغلة كان ممكن أحط رجل على رجل وأخذ مصروفي من أبوي كان ممكن أضيع عقاتي مع أصحابي لكن ما في أحسن مني أن يعيش بعرقي الآن السؤال كيف يمكن للمشاهدين والمشاهدات أن يشاركوا في هذا العمل الدعوي الرائع الأمر بسيط وهو من فقط أربع عناصر وأتمنى المشاهدين أن يشاركوا معنا أولا أي مشاهد أو مشاهدة عندهم قضية يريدوا أن يروجوا لها يكتبوها تريدوا أن تروجوا للصوم للزكاة لإتقان العمل تريدوا أن تروجوا ضب أمور مثل الطلاق والكذب وغيره أكتبوا القضية ثانيا في الموقع ثقافة دوت نت يوجد شركات التي تنتج مثل هذه الإعلانات فما عليكم إلا أن تراسلوهم بالفكرة التي لديكم ثالثا تجميع المبالغ لإنتاج هذه الإعلانات الإعلانات هذه تكلف تقريبا بين 20 ألف لـ 100 ألف دولار لإنتاج إعلان يعتمد على طوله وجودته فتجمع المبلغ ثم رابعا ينتج الإعلان ويبث في القنوات الحمد لله عدد كبير جدا من القنوات الفضائية لا تمانع أن تضع هذه الإعلانات مجانا أربعة عناصر يمكن لأي مشاهد وأي مشاهدة أن يتبنوها وأن يشاركوا معنا في الترويج للإسلام ولأركان الإسلام بأسلوب عصري وحديث وفعال جدا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قذب من فرط البكاء فيك الرجاو لا يخيب أنت الحليم والقريب فرفعت كفي هاجيا لا تطردني يا وجيب